أذكر مرة أخرى هي ليست قرارات جديدة لوزارة التربية هذه ليست قرارات جديدة قبل قليل حينما تحدث السيد السوداني عن المادة 5 لعام 1977 هذه هي قرارات قديمة وفقها تؤسس معاهد التقوية اليوم نتحدث عن معاهد تقوية بشكل ونتحدث عن مدارس شكل آخر اليوم هي ليست قرارات وردة فعل إنما جاءت نتيجة خروقات هناك معاهد مختلطة اليوم جاء هذا القرار لفصل الجنسين الطلاب البنات سيدي العزيز الإجازة المعهد تُعطى وفق أنه معهد للذكور أم معهد للإناث الإجازة هكذا تُعطى لا تُعطى معهد مختلط لكن هذا خرق حينما يكون هناك كثير من المعاهد الآن وهذه ليست فقط مسؤولية وزارة التربية هناك مسؤولية جهات أمنية أيضا حينما تفتح هذه المعاهد وتفتح أنه بيوت وممكن كتابة عليها يافطى معهد الكذا لدروس التقوية وتأخذ من البنين ومن البنات اليوم ليس فقط كل شيء ممكن أنه وزارة التربية هي تعمل عليه على المجتمع أيضا أن يقف مع هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر